36 دولة في مؤتمر الدعم الدولي لمساعدة لبنان المؤتمر الذي عقد برئاسة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريز تعهدات بمساعدة إغاثة فورية ترسل إلى لبنان بقيمة 235 مليون يورو رقم لا يساوي شيئا أمام حجم الخراب الذي حلى في وسط بيروت الرئيس اللبناني ميشيل عون أعرب عن ضرورة الإسراع في إعادة بناء ما دمر في بيروت خصوصا قبل حلول فصل الشتاء وأكد التزامه أمام شعبه بتحقيق العدالة إن إعادة بناء ما دمر واستعادة بيروت بريقها تطلبان الكثير فالاحتياجات كما يتبين لكم أيها الأصدقاء كبيرة جدا وعلينا الإسراع في تلبيتها خصوصا قبل حلول فصل الشتاء حيث ستزداد معاناة المواطنين الذين هم من دون مأوى في ظل كل تلك الأوضاع الضغطة وحدها العدالة يمكن أن تقدم بعض العزاء لأهل المفجوعين ولكل لبناني والتزمت أيضا بأن لا أحد فوق سقف القانون رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي أشار إلى أن العراق كانت من أولى الدول التي ساعدت لبنان وتمنى أن ينطلق من هذا المؤتمر مشروع يساعد اللبنانيين على إعادة تقييم تجربتهم السياسية وأكد أن بعد المساعدات العاجلة التي قدمتها بغداد إلى بيروت على صعيد الطاقة والطب ستواصل دعمها لسد النواقص الفورية في مجال الحبوب وعدم التوقف حتى يعود لبنان إلى وضحه الطبيعي المستقر كمصدر للثقافة والإلهام والرياضة في الشرق الأوسط في المقلب الآخر لم تهدأ ساحات بيروت من غضب الشارع فشهدت للليلة الثانية على التوالي تظاهرات عنيفة واشتباكات بين الأمنيين والمدنيين الذين اقتحموا وزارتي الأشغال والمهجرين ومع تصاعد غضب الشارع استقالات النواب والوزراء تتوالى وبعد المستجدات الأخيرة مصادر سياسية ووزرية تحديدا للعراقية الإخبارية عن أن استقال وشكة للحكومة اللبنانية تلوح في الأفق هو مخرج للحل أو مدخل لأزمة جديدة من أمام السراي الحكومي في بيروت العراقية الإخبارية ماريان زوين